اشتركوا في القناة بزيارة مجلس عزاء شهيد الواجب الوكيل اول ادم سالم نصيب من قوات الواجب التابعة لقوات دفاع البحرين الذي استشهد متأثرا باصابته خلال تأديته الواجب الوطني المقدس ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية المشاركة في عمليات عادة الامل والمرابطة للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة وقد اعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء عن خالص تعزيه ومواساته لأسرة وذوي شهيد الواجب سائلا المولى عز وجل ان يرحمه بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته مع الشهداء والصدقين والابرار وان يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء واكد سموه ان شهداء الوطن البواسل قدموا المثل الاعلى للتضحية والفداء في سبيل الواجب الوطني المقدس وستظل تضحياتهم مثلة في الذاكرة الوطنية لافتا سموه الى ان منتسبي قوة دفاع البحرين سجلوا في صفحات التاريخ الوطني قصصا مشرفة في البذل والعطاء والتضحية ملبين دائما نداء الواجب دفاعا عن الوطن واعلاءا لراية الحق والعدالة وسيظلون على الدوام مصدر الهام وعزيمة للجميع من جانبها اعربت عائلة شهيد الواجب الوكيل اول ادم سالم نصيب عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على تقديم واجب العزاء وانه لفخر وشرف لهم ان يكون ابنهم العزيز شهيدا لوطنه داعين المولى عز وجل ان يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته ويحفظ مملكة البحرين وابنائها